في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وغياب الأمن والاستقرار النابع من إجراءات أردوغان أنباء تفيد ببدء كبرى الشركات التركية والأجنبية بالهرب من البلاد والعثماني الجديد يضيف فضيحة جديدة لسجله الحافل بفضائح الفساد المالي فبعد دعوته لشعبه بعدم الإسراف وتحويل ما يخبئونه من دولارات وذهب إلى ليرة تركية دفع العثماني المهوس بالسلطة نحو 73 مليون يورو من خزينة الدولة لشراء طائرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي رغم أن شركة خطوط الطيران التركية تعاني من أزمة مالية تعد الأكبر في تاريخها دفعت بالطيارين الأجانب إلى ترك عملهم في مؤسسة الطيران التركية بعد أن تم تخفض رواتب الموظفين فيها بنسبة تجاوزت العشرين بالمئة أمر دفع برئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أغلو للخروج والتعبير عن غضب الشارع المعارض في تركيا كيلتشدار أغلو قاصدا أردوغان وحكومته قال قسما بالله لو صرفتم الأموال التي سرقتموها والرشاوي لانتهت الأزمة الاقتصادية في البلاد كيلتشدار أغلو أشار إلى أن عمليات الفساد المفضوحة والتي طالت رجال أعمال مقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم قائلا إذا كنتم تريدون من الناس أن يحولوا الدولارات واليورو إلى الليرة التركية واجهوا أنظاركم إلى الذين خبأوا الأموال في صناديق الأحذية كيلتشدار لمح إلى المكالمة الهاتفية المنسوبة إلى رئيس نظام التركي أردوغان ونجله بلال والتي كان يطالب فيها أردوغان ابنه بإخفاء النقود من الدولارات واليورو التي كانت في منزله أثناء بدء تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013 مطالبا أردوغان بتوجيه خطابه الآن إلى ابنه بلال بدلا عن الشعب التركي الذي بات في حالة يرثى لها